اهلا وسلم فيكم مرة ثانية في هذا الفيديو سنضيف الحالات اللي انت ممكن تشغل فيها هذا الفيديو في عندك حالتين الحالة الاولى انك تتصادم مع اشي معين تمشي في مكان معين في الحلقة تتصادم مع اشي يشغلك المشهد الحالة الثانية اللي هي ممكن يشتغل لحاله بس مجرد ما تتنزل لعبة على الموباية بتلاقي الفيديو لحاله اشتغل في عندك فيديو اشتغل وبدأت يعطيك عرض وبعدين تقدر تخرجوا اللابة خلينا نبدأ بالحالة الاولى اللي هي التصادم اول اشي اضغط على هذه كريات بدك تضيف مجسم ادخل على في عندك ترقر فيوليوم اختار ترقر فيوليوم اضيفه مثلا هون الان بدنا نكبر حجم هذا هذا الصندوق عبارة عن صندوق عبارة زي كبسة زر بتكبس عليه بيعطيك امر الان خلينا نكبره نحطه بهذا الحجم زي هيك الان بمجرد عندما تتصادم الشخصية مع هذا الجدار الشفاف الوهمي اللي ما بيبين في اللعبة بتم تشغيل الفيديو انا نقلت الشخصية تفيديو حطيتها هون الان لما اسوي بليه بتيجي الشخصية هون وفيه قدامها الاشي بدكت تصادم معها لكن اذا اتصادمت معها ما رح يصير شيء ليش لانه انا مش حاطت اي اوامر لهذا المجسم طيب الان انا بدي افوت على البلوبرنت بضغط على هاي بدخل على اوامر بدي اضيف جواب البلوبرنت اوامر عندي التصادم يصير عندي بدء للفيديو اول شي ما ضغط رأي تكليك بتكبس اد او اكتور بقين اوورلاب بدنا لما يصير في اوورلاب بين التريجر فوليوم بين لما فيه اتصال بين الشخصية والتريجر فوليوم يتم تشغيل الشيء هاتف ن tsp 3 كتب ump plant ко fe badiamente Él الترضي 3 wanna dee midler اوورلاد cyclical shape اوورلاب بدكت اعاد caki ممتاز الان��دي لما تصير فيه تصادم بين الشخصية والتريجر فوليوم سيتم تنفيذ هاد الامر ايش هو الامر اللي بدنا يسير اول شي بنا يصبح مرة واحدة فخليني قلت له نفذه مرة واحدة مش كل مرة اتصادم معي يظل يشتغل الفيديو تمام الان بنا نشغل الفيديو مرة واحدة بس يتم التصادم لمرة واحدة ايش بدك يسوي بدنا يعني create level sequence player طيب بدك تختاره من هون رح تطلع قائمة بتقول له ايش هو الفيديو بدك يشتغل دعنا نقول له كل مرة واحدة بعدين بسحب مرة واحدة وكتب play في هاي الحالة الان انا حطيت الامر لما يتصادم الشخصية مع المرة واحدة كل مرة واحدة حدد كل مرة واحدة تكبس كمبايل سايف الان بشغل اللعبة الشخصية موجودة تحركي من شمال عادي لكن لو انا دخل في المجسم بدأ الفيلم تبعنا طيب هذا ممتاز جدا 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 نرجع الان مرة ثانية جوا بدي امسح او حتى بدو ما امسحو باجي هون فوق في الاوتلاينر بكتب كل مرة واحدة اسم السيقونس اللي بدي ايشتغل وبنزل لتحت هون لاحظ انا عندي هون انفصلتم تمام في الديتيلز لاحظ بعد ما اخترت السيقونس في عندي اوتو بلاي بشغل اوتو بلاي بهاي الطريقة بس اضغط زر التشغيل على الطول رح يعطيني الفيديو ويشغله خلينا نجرب تشغيل لاحظ اشتغل الفيلم على طول بدون ما اتصادم مع ايش ولا مع ايش ايش سواته طيب ممتاز الان هيك هنا طريقتين للتشغيل طبعا اكيد في طرق ثانية واشياء ثانية لكن هذول الطريقتين الرئيسية اللي ممكن تستفيد منهم الان بكون هضا في هيك الدورة هاي كلها خلصت يلا بشوف فيديو الاخير في امان الله مع السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة